السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة كل شي تيوب اليوم سنقدم وحدة بونشو او بلوزة او جاكت زي ما انت عايزة هي وحدة جميلة وسهلة وهنعرف نعملها مع بعض مع البطرون مع شرح البطرون وهنشوف البونشو او البلوزة او الجاكت هيتعمل معانا ازاي بالوحدات واتمنى ان الفيديو يعجبكو والاول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلي كل جديد وما تنسيش لايك ونشوف الادوات والخطوات الادوات اللي احنا نستخدمها نستخدم ابرو رقم اتنين ونص اتنين ونص والمقص وابرة التنضيف والماركر والمتر بتاعنا علشان نشوف طول الوحدة بتاعتنا والخيط اللي احنا هنشتغل بها هنشتغل بخيط هيمالايا سورلوكس ومعان خيط باريس هما الاتنين نفس الفتلة فهنشتغل باللونين مع بعض وطبعا البطرون بتاعنا اول حاجة هنعملها هي الدايرة السحرية هنلف الخيط على طبعا بالشكل ده وهنجيب الخيط دوت وننزل تحت الابرة ونسحب الخيط ده ونلف بالخيط بالشكل ده لتطلع حلقة معنا هنرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة وهناخد كمان سلسلة مسافة زي ما احنا شايفين ثلاث سلاسل وسلسلة مسافة هنلف الخيط وناخد عمود بلفة اول عمود بعد كده سلسلة هنلف وناخد كمان عمود بالشكل ده سلسلة كمان عمود كمان سلسلة يبقى عمود سلسلة عمود سلسلة بالشكل ده انا كده خلصت ثمن عواميد طبعا اعتبرت التلات سلاسل ارتفاع عمود انا كده عملت اخر عمود هاخد كمان سلسلة وهقفل في تالت سلسلة واحد اتنين تلاتة تالت سلسلة واشد الخيط الدايرة بتبقى معايا بالشكل ده السطر اللي بعد كده بارتفع تلات سلاسل في السلسلة نفسها يعني بارتفع تلات سلاسل عند السلسلة اللي بين التلات سلاسل العمود وباخد غرزة بف يبقى هدخل هنا في السلسلة شايفين الفراغ اللي بين التلات سلاسل والعمود هدخل واخد منزلقة وارتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهلف الخيط واخد غرزة بف في نفس المكان واحد اتنين تلاتة واسحب الخيط هيبقى عندي حلقتين على الابرة اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده وارتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ولف الخيط وفي الفراغ اللي بعده اللي هو بين العمود والتاني في سلسلة في الفراغ ده هاخد غرزة بف عبارة عن لفة من على الابرة كيانك بتاخد عمود بلفة بالضبط بس مش باخد عمود بلفة تاني لفة تالت لفة واسحب الخيط يبقى معايا حلقتين على الابرة باخدهم في حلقة واحدة بكرر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ولف الخيط وفي الفراغ اللي بعده بكرر هياخد تلات غرز لفة الثانية التالتة واسحب الخيط يبقى معايا حلقتين على الابرة باخدهم في حلقة واحدة وارتفع خمس سلاسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هكرر تاني هلف الخيط وفي الفراغ هياخد غرزة بف عبارة عن تلات لفات كأنك بتاخد عمود بلفة ده كده كأنك بتاخد عمود بلفة طبعا مش هاخد عمود بلفة هلف واخد كمان لفة كمان لفة كده معايا تلات لفات على الابرة اصحب الخيط يبقى معايا حلقتين اخدهم في حلقة واحدة وارتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وكرر ادخل في الفراغ واخد لفة التانية التالتة بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده بناخد ده في البداية تلات سلاسل وبعدين غرزة بف وبعدين خمس سلاسل وبعدين بدخل في الفراغ باخد غرزة بف وبعدين بعد غرزة بف باخد خمس سلاسل الجزء المدور ده اللي هي الغرزة اللي احنا بنقفل بيها غرزة البف من فوق نكرر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ولف الخيط واخد في الفراغ غرزة بف عبارة عن تلات لفات لفة التانية التالتة بالشكل ده يبقى معي حلقتين على الابرة اخدهم في حلقة واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ولف ودخل في الفراغ واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اخر فراغ واحد اتنين تلاتة وارتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واقفل في غرزة البف من فوق بمنزلقة بالشكل ده بقى عندي تمن غرز بف زي ما احنا شايفين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني تمن غرز بف بعد كده هندخل بغرزة في السلسلة بتاعتنا منزلقة علشان ندخل في الخمس سلاسل ونرتفع تلات سلاسل الاول وبعدين ناخد عمود وعمود جنبه يبقى كده تلات عواميد بعد كده ناخد تلسلة وفي نفس المكان اللي فيه خمس سلاسل هناخد تلات عواميد كمان يعني تعتبر غرزة صدفة تلات عواميد سلسلة تلات عواميد في نفس المكان احنا كده اخدنا منزلقة فوق غرزة البفة هناخد كمان منزلقة فيه المكان اللي فيه الخمس سلاسل زي ما احنا شايفين كده وهنرتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وجنب التلات سلاسل دول هناخد اتنين عمود عمود بلفة بعد التلات عواميد لان اعتبرت التلات سلاسل عمود هاخد تلسلة واحدة وفي نفس المكان هاخد كمان تلات عواميد عمود التاني التالت فكده عندنا غرزة صدفة عبارة عن تلات عواميد سلسلة تلات عواميد بعد كده هدخل في الفراغ اللي بعده وهكرر تلات عمود واحد اتنين تلاتة بعد التلات عواميد هرتفع سبع ثلاثة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهلف الخيط وانزل ا اخد في نفس المكان التلات عواميد واحد اتنين ثلاثة بالشكل ده يبقى خمس سلاسل عملت فيهم غرزة صدفة عبارة عن تلات عواميد سلسلة تلات عواميد وفي الفراغ اللي بعده اللي هو الخمس سلاسل خدت فيهم تلات سلاسل تلات عواميد سبع سلاسل تلات عواميد تاني تلات عواميد سلسلة تلات عواميد في اول فراغ. تاني فراغ 3 عواميذ سبع سلاسل 3 عواميذ. وهكرر لغاية ما اخلص التطر كله. فراغ فيه غرجة الصدفة. اللي هي 3 عواميám سلسلة 3 عواميnothing. والفراغ اللي بعده 3 عواميدم سبع سلاسل 3 عوامlave. هادخل في الفراغ اللي بعده. ويخد غرجة عبارة عن عمود. الثاني. الثالث. وبعدين السلسلة. وفي نفس المكان ثلاث عواميه. واحد. اثنين. ثلاثة. بالشكل ده. والفراغ اللي بعده هيبقى ثلاث عواميه. سبعة سلاسل. ثلاث عواميه. كده اول ثلاث عواميه في الفراغ. بعدين سبع سلاسل. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. امسة. ستة. سبعة. ولف الخيط وفي نفس المكان ثلاث عواميه. واحد. اتنين. ثلاثة. احنا كده عملنا اربع فراغات. فراغ صدفة. وفراغ صدفة بسبع سلاسل. فراغ صدفة بسلسلة. وفراغ صدفة بسبع سلاسل. دي الزواية بتاعتنا اللي هي الزواية الاربعة. اللي احنا عاملينهم في الواحدة دي. زي ما احنا شايفين كده. هنكرر تاني. فراغ صدفة. عمود. الثاني. الثالث. وبعدين سلسلة. وفي نفس المكان ثلاث عواميه. واحد. اتنين. ثلاثة. هنعمل الزاوية اللي هي الثالثة. عمود. الثاني. الثالث. وبعدين سبع سلاسل. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. وفي نفس المكان ثلاث عواميه. واحد. اتنين. اتنين. ثلاثة. بكده تالت زاوية عندنا. هنعمل في الفراغ اللي بعده. عمود. الثاني. الثالث. وبعدين سلسلة. وفي نفس المكان ثلاث عواميه. واحد. اتنين. ثلاثة. اخر زاوية عندنا. عمود. الثاني. الثالث. وبعدين سبع سلاسل. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. وفي نفس المكان ثلاث عواميه. عمود. الثاني. الثالث. وهقفل في تالت سلسلة عندي. واحد اتنين. ثلاثة. بمنزلقة. واخد سلسلة الامان. دي تعتبر اول وحدة. هنشتغلها. بتبقى بالشكل ده. زي ما احنا شايفين. لما نيجي نشبك الوحدة اللي بعد كده. بنتوقف عند الدور اللي هو بعد ما نخلص دور البوف في الخمس سلاسل. علشان لما نيجي نشبك اخر سطر هو ده اللي بنقف عنده. دي ما احنا شايفين كده. بعد ما منخلص السطر ده في الوحدات. بنستنى عند السطر الاخير علشان نشبك من الجهات التلاتة من كل ناحية. بنشبك من الناحية دي. ومن عند السلسلة ومن عند السبع سلاسة. بنشبك من تلات جهات. يعني لما نيجي نشبك الوحدتين مع بعض. هنشبك السلسلتين دول اللقصات بعض. والسبع سلاسل قصات السبع سلاسل. ونفس الكلام الناحية دي. انا كده وقفت عند السطر اللي انا قلت لكم عليه لغرزة غرز البوف. تلوقتي ارتفعت بتلات سلاسل هياخد كمان العمود. جنب التلات السلاسل. كمان عمود. بالشكل ده. وهدخل اخد في طبعا الوحدة بتبقى على ظهرها. هاجي اخد هنا في السلسلة اللي بين غرزة استضفة. انا عندي هنا تلات عواميد وتلات عواميد وفي النص في سلسلة. هدخل اخد غرزة حشو. او غرزة منزلقة زي ما احنا تعويضنا مع بعض. بالشكل ده. على طول ادخل اخد الثلاث عواميد. واحد اتنين ثلاثة بالشكل ده. انا كده الثاني. الثالث. وعندي هنا سبع سلاسل. واحد اتنين ثلاثة. وهاجي هنا في السبع سلاسل اخد غرزة حشو. وهكمل ثلاث سلاسل. واحد اتنين ثلاثة. وهدخل هنا اخد الثلاث عواميد. عشان اكمل غرزة استضفة بسبع سلاسل. واحد اتنين ثلاثة. ادخل اخد في الفراغ اللي بعده. برزة استضفة بسلسلة. واحد. اتنين. ثلاثة. وبعدين سلسلة. واحد. اتنين. ثلاثة. يبقى صادفة بسلسلة. وصادفة بسبع سلاسل. اكمل الزاوية الثانية. عمود. الثاني. الثالث. بعدين واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. وفي نفس المكان ثلاثة عواميد. واحد. اتنين. ثلاثة. الفراغ اللي بعده. ثلاثة عواميد. وبعدين سلسلة. وفي نفس المكان ثلاثة عواميد. واحد. اتنين. ثلاثة. هنيجي للزاوية. الثالثة. عمود. الثاني. الثالث. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. السبعة. في نفس المكان ثلاثة عواميد. واحد. اتنين. ثلاثة. نيجي على الفراغ اللي بعده. عمود. الثاني. الثالث. وبعدين سلسلة واحدة. وفي نفس المكان ثلاثة عواميد. واحد. اتنين. ثلاثة. نيجي عند اخر زاوية. عمود. الثاني. الثالث. وبعدين ارتفع ثلاث سلاسل. واحد. اتنين. ثلاثة. واجي هنا ااخد غرزة حشو. وبعدين ارتفع واحد اتنين ثلاثة. واكمل الثلاثة عواميد في نفس المكان. واحد. اتنين. ثلاثة. واقفل بمنزلقة في تلت سلسلة. واحد اتنين. ثلاثة. واخد سلسلة الامان. يبقى كده انا شبكتها من الثلاث جهات زي ما احنا شايفين. طبعا عايزة تبتدي بالسبع سلاسل من الاول. طبعا ده بيرجعلك. هنعمل طبعا وحدة كمان. نشبك من السبع سلاسل الاول علشان اللي حابة تشتغل من اول السطر. انا كده ارتفعت ثلاث سلاسل بعد المنزلقة في الخمس سلاسل من تحت. دلوقتي هيخد اتنين عمود. عمود. التاني. طبعا قلنا التلت سلاسل بنعتبرهم عمود معنا. ارتفع تلت سلاسل واحد اتنين ثلاثة. وهاجي هنا علشان الوحدة بتاعتنا تيجي بشكل سبعة. هنشبك من الناحية دي. هيبقى ضهر الوحدة للضهر الوحدة اللي في ايدي. وهاجي هنا اخد منزلقة او حشو زي ما انت عايزة. وهناخد تلت سلاسل واحد اتنين ثلاثة. وهنيجي هنا نكمل الثلاث عمود. التاني. التالت. كده ابتدينا من عند السبع سلاسل. بعد كده هندخل في الفراغ اللي بعده وناخد الصدفة اللي هي بسلسلة واحدة. عمود. التاني. التالت. وبعدين سلسلة. وفي نفس المكان اللي عنسينا. هناخد التشبيك في الفراغ السلسلة اللي هنا. عشو. وبعدين في نفس المكان ثلاثة عامل. واحد. اتنين. تلاتة. يبقى كده شبكنا من ناحيتين من عند السبع سلاسل. ومن عند السلسلة. بعد كده هنيجي هنا في الفراغ التالت. عمود. التاني. التالت. وبعدين ناخد واحد اتنين تلاتة. ونشبك في الزاوية. هناخد عشو او منزلقة. وبعدين واحد اتنين تلاتة. ونيجي هنا في نفس المكان اللي خدنا فيه التلات عواميد. هنكمل. تلات عواميد. الثانيين. واحد. اتنين. تلاتة. بالشكل كده. بقت الواحدة عندنا. اعمل رقم سبعة او حرف في زي ما احنا شايفين. بعد كده هندخل في الفراغ اللي بعده. هناخد عمود. التاني. التالت. وبعدين سلسلة. وفي نفس المكان ثلاث عواميد. عمود. الثاني. ثلاث سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وفي نفس المكان ثلاث عواميد. عمود. الثاني. الثالث. ونكمل. في الفراغ اللي بعده. عمود. الثاني. الثالث. بعدين سلسلة. عمود. الثاني. الثالث. في نفس المكان. ونكمل الزاوية الرابعة. عمود. الثاني. الثالث. واحد اتنين. تلاتة ثلاثة. وآخر فراغ. ثلاث عواميد. سلسلة. ثلاث عواميد. ونقفل. واحد اتنين. ثلاثة. في ثالث سلسلة. وناخد سلسلة الامان. بالشكل ده بيخلص التشبيك بتاعنا. مع الوحدة. دلوقتي هوريكو مخطط لازاي نعمل الوحدات. زي ما احنا قلنا ان احنا هناخدها بشكل سبعة. زي ما احنا شايفين. زي ما احنا عملنا في الوحدة كده. في لو انت عملتها بلوزة مقفولة. هتعمل ليه الوحدة مقفولة. طب لو هتعمل ليها جاكت مفتوح. يبقى الوحدة دي هتتقسم نصين. والوحدة اللي تحتها نفس الكلامة تتقسم نصين. واللي تحتها تتقسم نصين. واللي تحتها تتقسم نصين. يبقى هنعمل نص وحدة مش هنعمل وحدة كاملة. بالشكل ده. فالترتيب الوحدات زي ما احنا شايفين هيبقى بالشكل. بشكل سبعة زي ما احنا شايفين كده. اما بقى المسلس ده او ده. دول. اللي انا بعلم عليهم دول. هيبقوا مرتبطين بالجزء الثاني اللي هو في الظهر. ده الجزء اللي في الظهر. اللي انا عمعلم عليهم دول. هم اه ادي وحدة التانية التالتة الرابعة. هيبقوا اربع وحدات مرتبطين بعض. اربع وحدات. اربع وحدات مسكين الناحيتين. يعني ده مسكة هنا. ده نصها هنا ونصها هنا. بس هي وحدة واحدة. هي وحدة واحدة. نفس الكلام. الوحدة اللي هنا برضو هي اللي هنا. بس اللي ظاهر هنا ونصها بس. طبعا ده كنار. ده كنار للجاكت او البلوزة. فدي نص الوحدة. ده نص الوحدة. ودي نص الوحدة اللي ظاهر هنا. نفس الكلام في الناحيتين. اه التشبيك بيبقى من الكتاف زي ما احنا شايفين كده. الخطوط اللي رايحة او السهام اللي باينة ديت اللي هي السهم هنا. جاي من الناحية دي. ان الوحدة دي هتشبك هنا. والوحدة دي هتشبك من هنا. والوحدة دي هتشبك من هنا. نفس الكلام في بقية الوحدات. يبقى التشبيك هيبقى من على الاكتاف. ومن الاربع وحدات اللي على الجناب. بالشكل ده. وبرضو الظهر مختلف في حاجة الوحدات اللي على الظهر. عندي هنا الوحدة دي والوحدة دي والوحدة دي. طبعا دي زيادة عن الوش. وعندنا الانصاص اللي موجودة في نهاية الرقبة. هوريكم دلوقتي اه شكل وحدة بس هتبقى نصها. مش هتبقى وحدة كاملة. هنعمل مع بعض نص الوحدة. بحيث ان اللي هتعمل جاكت او بلوزة او بونشو. هتعرف معي تعمل النص الوحدة بالشكل ده. عندي هنا نص الوحدة برضو هنبتدي بحلقة سحرية. وهنرتفع تلت سلاسل. وهناخد سلسلة مسافة. وبعد كده عمود. سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. هيبقى عندنا فراغ التاني التالت الرابع. اربع فراغات هنعمل فيهم غرزة البوف بتاعتنا. وما بين كل غرزة بوف والتانية خمس سلاسل. لكن في اول غرزة بوف ما بينها وبين العمود. هناخد سلسلتين بس. وفي نهاية برضو اخر غرزة بوف اخرها سلسلتين مسافة. وتلت سلاسل في البداية وفي النهاية. هنبتدي نعمل الحلقة السحرية بتاعتنا. طبعا اعمليها انت بالطريقة اي رياحك. انا ما باعتبرش اول سلسلة دي من السلاسل التلاتة. لو انت عايزة تعتبريها ما فيش اي مشكلة اعملي ايه لي رياحك? واحد اتنين تلاتة. وبعدين عندي سلسلة مسافة. وبعدين اخد عمود في الحلقة. عمود. بعد كده سلسلة. عمود. سلسلة. عمود. سلسلة عمود. اي كده عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. عندي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. مزبوط كده. هرتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وهلف الشغل بالشكل ده. انا كده ارتفعت تلات سلاسل. هاخد سلسلتين مسافة. واحد اتنين. والف الشغل الخيط على الابرة. وفي الفراغ هياخد غرزة ضف. واحد اتنين تلاتة. واسحب الخيط بالشكل ده. وهياخد خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واكرر في الفراغ غرزة ضف. واحد اتنين تلاتة. واخرج من الحلقات بالشكل ده. واخد منزلقة. وارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واكرر غرزة ضف كمان. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة. اخر غرزة ضف. واحد اتنين تلاتة. واقفل بمنزلقة. بالشكل ده. واخد سلسلتين. واحد اتنين. واقفل في تالت سلسلة عندي. واحد اتنين تلاتة. اخد عمود في تالت سلسلة عندي. انا كده بقفل الدور. انا كده خدت عمود في تالت سلسلة. زي ما احنا شايفين. يدبقى بالشكل ده كده. بعد كده هنرتفع الدور اللي بعده. السطر اللي بعد كده هنرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هلف الخيط على الابرة وندخل في الفراغ. وهناخد تلات عواميد. واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده. وهنيجي في الفراغ اللي بعده هناخد تلات عواميد. عمود. التاني. التالت. وبعدين سلسلة. وفي نفس المكان تلات عواميد. واحد اتنين تلاتة. هنيجي في الفراغ اللي بعد كده هناخد عمود. التاني. التالت. بعد ما اخدنا التلات عواميد هناخد خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي نفس المكان تلات عواميد. عمود. التاني. التالت. بالشكل ده. هنيجي في الفراغ اللي بعده هناخد عمود. التاني. التالت. وبعدين سلسلة. وفي نفس المكان تلات عواميد. واحد. اتنين. ثلاثة. بالشكل ده. بعد كده في اخر فراغ اللي في السلسلتين. هناخد اخر تلات عواميد. عمود. الثاني. الثالث. بعد الثلاث عواميد اللي عملناهم في السلسلتين. هناخد تلات سلاسل. وبعدين ناخد عمود بلفتين. واحد. اتنين. ثلاثة. وهناخد عمود بلفتين. يعني لفتين على الابرة. وهنيجي هنا في تالت سلسلة. واحد اتنين ثلاثة. بالشكل ده. وهناخد عمود بلفتين. واحد اتنين. ثلاثة. وبكده نص الوحدة بيكون خلص معنا بالشكل ده. طبعا لو هتشبكي طبعا آآ الجزء الاخير بنعمل بنعمله مع التشبيك. وبكده النص الوحدة بيبقوا خلص معنا. طبعا هينشبكوا بنفس طريقة التشبيك في الوحدة. قبل ما نيجي عند السطر الاخير. بنشبك من الثلاث جهات. وما ننساش الجهتين اللي في السلسلة. بتبقى بالشكل ده معنا. لو انت هتشبكيها. بيدي تشبك من الخمس جهات. ادي جهة التانية التالتة الرابعة الخمسة. طبعا بتشبكيها بنفس الطريقة اللي شبكنا بيها التلات وحدات مع بعض. وبكده بيكون شرح الوحدات خلص معايا. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما هشوفكم ان شاء الله في فيديو بديد. مع السلامة.